السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأكارم لا يزال الحديث موصولاً عن أحكام الصلاة حيث تحدثنا في اللقاء الماضي عن واجبات الصلاة واليوم سنتحدث عن سنن الصلاة عن سنن الصلاة وسنن الصلاة هي الأفعال والأقوال التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها بحيث أن من ترك هذه السنن في الصلاة عمداً لا تبطل صلاته ومن تركها سهواً أو نسياناً فلا يجب عليه السجود السهو وإنما يستحب له ذلك يستحب له سجود السهو ولا يجب عليه ذلك إذن هذه هي سنن الصلاة وسنن الصلاة تنقسم إلى قسمين هناك سنن قولية وهناك سنن فعلية اليوم سنركز الحديث عن السنن القولية الأقوال التي تقال في الصلاة هي من سنن الصلاة هي كثيرة نذكرها نبدأ بأولها أولها هي دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح يعتبر سن من سنن الصلاة يستحب ويسن للمصلي أن يقرأه بعد تكبيرة الإحرام مباشرة بعد تكبيرة الإحرام مباشرة يسن للمصلي أن يقرأ دعاء الاستفتاح سواء كان الصلاة جهرية أو سرية سواء كان إماما أو مأموما إذن هذا الدعاء له صيغ كثيرة جدا صيغ متعددة منها منها نذكر بعضها منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ومنها كذلك الدعاء العظيم الذي تفتح له أبواب السماء منها الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيلة ومنها كذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء إذن الواحد إذا حفظ هذه الأدعية هذه الصيغة العديدة المتعددة من السنة أن ينوع طارة يقرأ بهذا وطارة يقرأ بهذا وطارة يقرأ بهذا أما من لم يحفظ إلا دعاء واحد فليقرأ به مثلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك فليقرأ بهذا الدعاء إذن يكون بعد تكبيرة الإحرام هذه هي السنة الأولى السنة الثانية الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم تأتي مباشرة بعد دعاء الاستفتاح يستحب ويسن للمصلي أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم وهي أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه المصلي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يزيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يعيد يستعيد بالله من الشيطان الرجيم من ماذا؟ من ثلاثة أمور من همزه ونفخه ونفسه إذن هذه هي الاستعادة بهذه الصيغة لأن هذه الصيغة خاصة بالصلاة أما الصيغة التي تقرأ مثلا في المواطن الأخرى قبل أن تقرأ قرآن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما في الصلاة تزيد هذه الثلاث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه هذه هي السنة الثانية التي يستحب أن تقولها في الصلاة ثالثا من السنن التي تكون في الصلاة البسملة هي قول المصلي بسم الله الرحمن الرحيم يعني قبل الفاتحة قبل أن تقرأ الفاتحة تقول بسم الله الرحمن الرحيم وبعض أهل العلم يقول أن البسملة هي آية من الفاتحة معناها الذي لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم كأنها أنقص كأنه أنقص آية من الفاتحة ولهذا احتياطا احتياطا أن لا يغفل ألا يغفل ولا ينساها المصلي قبل قراءة الفاتحة كل ما يقرأ الفاتحة لابد من البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذا ثالثا رابعا من سنن الصلاح التأمين التأمين والتأمين هي قول المصلي بعد الفاتحة آمين آمين لأن آمين هذه ليست من الفاتحة ليست آية لا علاقة لها بالفاتحة الفاتحة تنتهي ولا الضالين انتهت الفاتحة أما آمين هذا دعاء آمين معناها اللهم استجب معنى كلمة آمين اللهم استجب إذن يسن للمصلي وللمأمومين سواء إماما أو مأموما أو منفردا أن يؤمن بعد الفاتحة بعد الفاتحة أن يقول آمين سنة كذلك من سنة الصلاح القراءة القرآن بعد الفاتحة القراءة بعد الفاتحة الفاتحة قلنا قراءة الفاتحة هذه ركن لا نقاش فيها في كل ركعات يجب أن تقرأ وركن عليك أما القراءة بعد الفاتحة كأن تقرأ صورة بعد الفاتحة أو شيء من القرآن يعني آيات من القرآن الكريم هذه السنة هذه السنة معناه واحد نسيها أو ربما حتى تعمد يعني صلاته تصح ولكن يستحب أن يقرأ بعد الفاتحة أما الفاتحة لا تسقط لا بالنسيان ولا يعني لابد أن تقرأها لابد أن تقرأها لا تجبر الفاتحة تقرأها وجوبا تأتي بها أما الصورة التي تكون بعد الفاتحة أو شيء من القرآن إذا واحد نسيها لا شيء عليه لا شيء عليه إذن هذا بالنسبة للقراءة بعد الفاتحة كذلك من سنن الصلاة من سنن الصلاة الزيادة بعد تسبيحة الركوع بعد قول المصل في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم قلنا أنها من واجبات الصلاة لما ذكرنا في اللقاء الماضي واجبات الصلاة أنه الواجب مرة أما الزيادة مرتين ثلاث مرات أربع مرات خمس مرات سبع مرات هذه الزيادة كلها سنة يستحب للمصلي أن يزيد هذه السنة كذلك من سنن الصلاة من سنن الصلاة الزيادة عند الرفع من الركوع بعد قول ربنا ولك الحمد عندما تقول ربنا ولك الحمد هذا واجب هناك أذكار وأدعية تقولها مثلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد هذا الذكر يقال بعد ربنا ولك الحمد ثم تزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد هذا سنة ولكن الواجب ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد هذا واجب الزيادة سنة كذلك من سنن الصلاة الزيادة على تسبيحة الركوع الزيادة على تسبيحة عفوا على تسبيحة السجود قلنا أن الواجب تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى مرة هذا واجب أما الزيادة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى مرتين ثلاث مرت سبع مرت هذه سنة الله يحاسبك على مرة هذه الواجب إذا نسيتها تجبر بسجود السعو أما هذه تعتبر سنة من سنن الصلاة كذلك من سنن الصلاة من سنن الصلاة التي يستحب للمصلي أن يقولها الزيادة بعد قول رب يغفر لي بعد سؤال المغفرة في الجلسة التي تكون بين السجدتين عندما الجلسة التي تكون بين السجدتين لأنه في كل ركعة هناك سجدتان هذه الجلسة التي تكون بين السجدتين الواجب يقول المصلي ربي اغفر لي هذا واجب وعندما يزيد مرتين ثلاث مرات أربع مرات خمس مرة ربي اغفر لي ربي اغفر لي اللهم اغفر لي وارزقني وارحمني وعافيني واهدني واجبرني هذه الزيادة هي سنة ليست بواجب وليست بركن إنما تعتبر سنة من سنن الصلاح كذلك من سنن الصلاح من سنن الصلاح هو الاستعاذة الاستعاذة من أربعة أمور بعد قراءة تحية لله وبعد الصلاة الإبراهيمية تستعيد بالله من أربعة أمور عندما في التشهد الأخير مثلا عندما تصلي ركعتين نفترض أن تصلي ركعتين قيام الليل مثلا أو تحية المسجد أو الضحى أو الرواتب الصلاة اللي فيها ركعتين أو حتى الصلاة الصبح ماذا تقرأ؟ تقرأ عندما تبدأ تقرأ تحية لله قبل أن تسلم تقرأ تحية لله حتى تنتهي ثم تقرأ هذا ركن هذا ركن تحية لله الأخير ركن ثم الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد واجب وثالثا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحي والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال هذا الدعاء سنة يستحب للمصلي أن يأتي به بعد التحية لله وبعد الصلاة الإبراهيمية يقرأ هذا الدعاء قبل السلام هذا يعتبر سنة من سنن الصلاة إذن يستحب للمصلي أن يأتي به إذن قلنا يستحب أن يأتي به المصلي قبل السلام كذلك من سنة الصلاة هذه مهمة كذلك نذكرها هو الإصرار في الصلاة السرية الإصرار بالقراءة في الصلاة السرية هذه السنة معناه في صلاة الظهر السنة الإصرار تقرأ سرا ولكن واحد نسي قرأ جهرا لا شيء عليه وكذلك من سنة الصلاة العكس الجهر في الصلاة الجهرية واحد مثلا في مثلا الركعتان الأولتان في صلاة الصبح والركعتان الأولتان في المغرب والعشاء السنة أن تجهر بالقراءة ولكن واحد نسي أن يجهر مثلا في الركعتان الأولتان من المغرب فنسي فقرأ سرا لا شيء عليه لا شيء عليه إذن هذه يا إخواني هذه هي السنة سنة ومستحبات الصلاة واحد إذا نسيها إذا تعمد تركها لا شيء عليه ولكن لا ينبغي له لا ينبغي له فهي مهمة فهي مهمة مش واحد يتعمد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاته بشروطها وأركانها ومستحباتها وسنونيها والسنن هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا نقتصر على الأركان والواجبات لا لم يقول أحد لا يقول بذلك عاقل وإنما نفترض أن نبين الحكم الشرعي فقط وإنما هي مهمة إذن أما من نسيها فلا يجب عليه سجود السهو ولكن يستحب مثلا واحد نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة هل يجب عليه أن يسجد سجدتي السهو لا يجب ولكن يستحب يشرع له أن يسجد لأنه نسي يستحب له أن يسجد هذا السهو كل السنن التي ذكرتها الآن من نسيها من نسي واحدة منها لا يجب عليه السجود لأنه قضي كلمة يجب نعنى على الزامي لازم تسجد سجود السهو ولكن يستحب له إذا نسي السنن من هذه السنن أن يأتي بسجدتي السهو سجدتي السهو لأنه نسي سنن من سنن السلوة ولكن لا يجب عليه معناه لو لم يسجد سجود السلو لا شيء عليه إذا هذه السنن السال أعيدها باختصار دعاء الاستفتاح أولا دعاء الاستفتاح ثانيا الاستعادة أعود بالله من الشيطان الرجي من همزه ونفخه ونفسه البسملة التأمين القراءة بعد الفاتحة الزيادة بعد سبحان ربي العظيم في الركوع الزيادة بعد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في إلى آخره الزيادة بعد سبحان ربي الأعلى أكثر من مرة يعني مرتين ثلاث مرات الزيادة بعد ربي اغفر لي في الجلسة بين السجدتين التعود من أربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحي والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال بعد أن تقرأ التحية اليه وبعد الصلاة الإبراهيمية تقرأ هذا الدعاء تتعود بالله من أربع هذه السنة من سنن الصلاة وكذلك من سنن الصلاة الإصرار في الصلاة السرية والجهر في الصلاة الجهرية وللحديث بقية لنتحدث عن شروط صحة الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله